اشتركوا في القناة وليل عاد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين مهنئا المجلس منتسب قوة دفاع البحرين بهذه المناسبة ونوه المجلس بما وصلت إليه من تطور وجهزية بفضل الرعاية الملكية السامية ثم تابع المجلس التحضيرات الجارية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين والمقرر انعقاده في مملكة البحرين متنين لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة قادة الدول العربية التوفيق والنجاح في أعمال القمة بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك بعد ذلك رحب المجلس بحصول مطار البحرين الدولي وقاعد بيرل بالمطار على تصنيف الخمس نجوم من سكايتراكس وذلك للعام الثالث على التوالي تقديراً التزام المطار بأعلى المعايير العالمية للخدمات والمرافق التي يوفرها للمسافرين مؤكداً الاهتمام بمواصلة برامج التطوير في خدمات المطار وتعزيز قدراته التنافسية بعدها أكد المجلس على مواصلة تبني المبادرات التي تدعم الأمن البيئي وتعزز الشراكة المجتمعية في تحقيق الأهداف البيئية وذلك في ضوء الإشارة إلى يوم البيئة الوطني الذي يصادف الرابع من فبراير من كل عام ثم أدان المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع قرب الحدود الأردنية السورية وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وجرح آخرين من قوات الأمريكية التي تتعاون مع القوات المسلحة الأردنية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود من جرائم تهريب الأسلحة والمخدرات مؤكداً تضامن مملكة البحرين الراسخ مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وتأييدها ودعمها لجهودها المستمرة ضد الإرهاب بعد ذلك قرر المجلس سميالي أولاً الموافقة على المذكرات التالية مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول تنفيذ عدد من المشاريع بالتعاون مع القطع الخاص مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول اللائحة الداخلية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة سعادة وزير شؤون البلدية والزراعة بشأن استملاك ستة وستين عقاراً للمنفعة العامة للتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على اقتراحين برغبة وثلاث اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية حول نتائج مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال المسح العقاري على صعيد تقليص الإجراءات والخطوات وتسريع إنجاز المعاملات وخفض الأيام للاعتماد والموافقات النهائية على المعاملات المساحية بعدها أخذ الملس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي نتائج المشاركة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024 المشاركة في منتدى مستقبل العقار المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين